لا تزال الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا مشتعلة بيد أن تداعياتها تتسع لتتجاوز البلدين المتحاربين وتصل إلى باقي دول العالم لأسيما تلك التي بدأت تعاني من أزمات غذاء بعد أن دفع الصراع بأسعار القمح وزيت الطهي وسلع أخرى إلى مستويات قياسية مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذر من مخاطر ما سماها حرب الحبوب في العالم وتداعياتها على الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا فيما نبه برنامج الأغذية العالمي إلى عواقب كارثية إذا ظلت الموانئ الأوكرانية مغلقة حيث تزرع أوكرانيا ما يكفي من الغذاء لإطعام أربعمائة مليون شخص سنويا وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السابعة قد طالبوا روسيا بفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية واستئناف عمليات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية عبر البحر لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ما يصل إلى خمسين مليون شخص سيواجهون الجوع في الأشهر المقبلة إذا لم تستأنف عمليات التصدير مشيرة إلى أن نحو ثمانية وعشرين مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ التي تحاصرها القوات الروسية التوقف في عمليات الموانئ لم تشهده أوكرانيا منذ الحرب العالمية الثانية وفق تصريحات فلودومير زيلانسكي وهو ما دفع كييف إلى إبداء استعدادها للمشاركة في محادثات مع روسيا لفك الحصار عن صادرات الحبوب لكنها كما تقول لم تتلقى ردود فعل إيجابية من موسكو ومع استمرار الصراع في أوكرانيا نظرت بعض الدول إلى الهند كمصدر بديل للحبوب لكن يدله حضرة صادرات القمح إلى الخارج بسبب مخاوفها المتعلقة بالأمن الغذائي وهو ما قد يدفع دولا أخرى للحذو حذو الهند وبالتالي زيادة المخاطر التي تهدد العالم ما يثبت مرة أخرى أن الحروب يصنعها زعماء مهوسون بحب السيطرة لتدفع ثمنها الشعوب المغلوبة على أمرها